احترم مرأة الشمس قبلك فدي ذاتها واحدة من الوسائل الممكن ان تنمي الشباب بشكل طيب وتخليهم اضعوا اسس له حياتهم بشكل جيد طيب ممتاز يعني احنا احسن قبل ما نبدأ ندخل على المواضيع بتاع الشباب فعلا احنا نحدد مفهوم الشباب ذات نفسه يعني تمام في مجموعة من المفاهيم للشباب يعني في مفهوم بيولوجي اللي يتسق مشو يذكرتي من الاطفال الى سن الصبيان الى سن الشباب الى سن الشيخوخة فالتصنيف البيولوجي بحدد سن الشباب هي شنو يعني تمام وسن العطاء فيها اي مرحل او من اي مرحل من المراحل اللي هي مرحلة الشباب اللي قلنا نحن بتمتد من 18 الى 35 سنة وقلنا من التعريف الجديد ممكن تنتد الى 50 عاما يعني 64 خليها لا 64 لانه شوية كثيرة كمان علينا انحنا تمام عندنا مفهوم السيسولوجي اللي هو مفهوم علم النفس عن الشاب يعني تمام والمفهوم السيسولوجي بالنسبة للشاب اللي هو مدى ما معرفته للثقافة المجتمعية اللي هو بعيش فيها او من خلال المجتمع اللي هو عيش فيه في مجموعة من الثقافات ومجموعة من الاشياء المترابطة ما بعضها نجي نشوف المفهوم السيسولوجي اللي هو مفهوم علم الاجتماع للشاب هو شنو مفهوم علم الاجتماع بيأطر الشاب هو حقيقة ماثلة وموجودة امامنا فنحنا ما نقدر نبتل من هذا المجتمع فبالتالي من خلال التصنيفات هذه او من خلال هذه المفاهيم بنقدر نحدد دور الشباب في اي مرحلة من المراحل وفي اي فئة من الفئات وفي اي مستوى من المستويات ترجمة نانسي قنقر